أصدقائي الأعزاء مساء الخير تحياتي ليكم جميعا الفيديو ده صورته كذا مرة ومش أقدر أكمله فبرجع وقف وصور تاني صعب قوي أني أتكلم عن حاجة أنا شوفتها بعيني مش حد أحكيها من مصر كلها شافتها زكر مش حقدر أقول راجل ولا حقدر أقول إنسان لأنه تجرد من الإنسانية ولا حقدر أقول حيوان لأن الحيوانات أرحم بكتير على أولادها راجل تجرد من كل المشاعر كل المشاعر وجاب بنته صغيرة بنته رضيعة سنة ونص قال لها هدومة في الشارع ومش عارفة ليه قال لها البامبرز ويكشف عورتها والبنت أصلا عندها نازلة شعبية حد وطلع يجري بالبامبرز علشان يبلوا من البنزين بتاع التوكتوك وحاول يولع فيه والهوى كان العكس والبنت ماشت بعيد حبت بأيديها ورجليها بعيد عن النار والدنيا شاتت والبنت الحمد لله ما تلزعتش الأم كانت بتصور ونزلت الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو انتشر متفهمش إزاي حاجات بتنتشر وحاجات لأ لكن ساتر ربنا ان الفيديو انتشر والناس كلها اتكلمت عنه وبالتالي الدولة تحركت والشرطة على طول أبضوا على الراجل برضو مش عايزة أقول راجل أنا بس عايزة أسأل اللي احنا شوفناه هو جزء عينة ربنا فضحها أو ربنا قالها من الست ان هي تصور علشان تفضحه من اللي كان بيعمله الراجل ده في البنت وهي عنده حد كان يعرفه لما كان كله مرة بياخدها كان بيعمل فيها ايه حدش عارف ولا حد ممكن يتخيل الغالبين مش غلب الفلوس أو مش قلة الفلوس الفقير اللي ما عندهش دولة في ظهره اللي ما عندهش قانون بيحميه اللي ما عندهش دستور بيطبق علشان ينظم العلاقات بينه وبين الناس بشكل حاسم يضمن الحفاظ على كرمته وان حقه يرجع في حالة الاعتداء علي هو ده الغالبين اللي يعيش في دولة لا يطبق فيها قانون حتى لو كان موجود بداية الموضوع وأصل الحدوطة من كلام الجدة بنتها الواضح جدا ان هي اتجاوزة صغيرة الاول كانت مخطوبة الواحد والخطوبة بتاعتها ما كملتش وبعدين كانت صغيرة في السن فاتجاوزة الراجل ده عرفي لانها ما كملتش السن القانون ودي معلومة جديدة انا مكنتش عرفها انا بحسب ان هما كانوا بيدربوا سن مش مظبوط لكن لا طلع ان هي بيدربوا وراء عرفي لغاية ما البنت تتكامل قانوني وبعدين يكتب كتابه عليها لما حملت قبل كاتب كتاب هو ما اعترفش بطفلة وقال مش بنتي وشوفي انتي يمكن كنت بتعملي حاجة قبل كده مع خطيبك انا اسفة اني بتكلم في شرف وفي اعراض انا اسفة جدا لكن ده كلام اللي قالته الجدة اللي هي جدة الطفلة الصغيرة في الاخر كتب الكتاب واعترف بالبنت وسجلها على اسمه لكن فضل يستمر في الاعتداءات على الام وصورها فيديو كامل وهي عارية واكبرها بالسلاح على نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعت الفيديو لابوها وكل شوية يضربها ويهددها بالسلاح واول ما تلاقي فرصة تهرب على بيت علىها ويروحوا يعملولوا محضر والشرطة الزريفة النبيلة بتحتفظ بتحفظ التحقيق لانه هو بيجي يعتذر وبيقول خلاص وبيرجعهم لبعض وبترجع البنت تاني وبيعتدع عليها تاني وبيضربها تاني تمام والحكاية ما بتنتهيش لغاية ما المرة دي بقالها أربع شهور غطبانة بيقولوا غطبانة تمام غطبانة يعني ممكن بترجع تاني وهو لما لقاها طولت فاتده كل شوية يبتزون بالطفلة الصغيرة ويقول انا جاي اخد بنتي ما حدش عايري في البنت كان بيحصل فيها ايه لكن اظن احنا كلنا دلوقتي نقدر نتخيل لما هو عمل كده في الشارع يبقى لما كانت الابواب مقفولة كان بيحصل ايه في طفلة صغيرة ناس متوحشين فضل يضغط عليهم بالبنت كل شوية ياخدها وطبعا ما فيش اهتمام بيها وممكن يكونوا بيقلعوها وبيسيبوها في الساعة البنت عندها نازلة شعبية حد وهو عارف ان هي بتعاني من هذا المرض ومش عارفة تتنفذ وبتكوح جامد ده كلام جدتها وروح اخذ البنت الصبحة وهي نايمة بعث واحد بيشتغل معي وقال لهم انا عايز البنت اده هالو من غير مشاكل كلمة اعتقد معرفش ازاي بيقامنوا على طفلة زي دي تروح لواحد مجرم زي ده واخدوا البنت وتحت في الشيرة لقوه بيقلعها قلعها هدومها وقاطها البامبرز وولع فيها والبنت هربت واحد اخذها اول ما راح ناخيت اللي تكتب واحد من الجيران اخذها منه وراح ضربه واخد البنت الجيران نزلت الجدة بقت بتصوت لغاية ما انقذوا البنت من ايده معرفش الموضوع انتاع على ايه بس رجالة كتيرة اتلمت مستغربة جدا من طباطه الرجال في انقاذ هزيق طفلة وان ما فيش غرجارة واحد بس هو اللي كان واقف وبيحاول ان هو يسايسه وفي الوقت المناسب سحب البنت منه مستغربة قوي من ان البقيين نزلوا بمنتهى البطء ولي نزل اتنين تلاتة ده لو كان نزلت العمارة كلها مسكوه رنوعة تموت ما كانش عارف يهوى بناحية الشارع ده مرة تانية ستات ورجالة نزلوا بعصيان المكانس نزلوا عليه ضرب ما كانش حيهوى بناحية الشارع لكن الراجل ده بلتاجي وقبل كده واحد من العيلة وقفوا في الشارع وضربوا في سكينة واخد منه فلوس كانت معاه واسابوا مرمي وعملوا له محضر وبرده ما كانش بيتعملوا حاجة فين الشرطة وفين الدخلية وفين القانون وفين تطبيق القانون هل احنا هنفضل كل مرة نستنى مواقع تواصل الاجتماعي انها تعمل اصارة لأي موضوع ونتعامل معاه بشكل فردي طب اذا كان كده هيجوا الموضوع بقى لابا اذا كانت قانون بقى دلوقتي قانون مواقع تواصل الاجتماعي والفيسبوك هم اللي بينقذوا الناس ما هو احنا كده مش هينفع ما هو لازم انتوا تفهموا كدولة ان المواقع الاخبارية كلها بقت فيها حاجة فقرة كده اللي هي تريندات والحاجات دي بتبقى فضايح التريندات دي بتبقى حاجة حصلت في العالم او كله مش بس في الدول العربية بس فلما ييجي في نشرة اخبار جزيرة سكاي نيوز عربية وتلاقي فقرة عن حاجات بتحصل جوه مصر وكل الناس تتكلم عنها كل ده بيفضحنا احنا كمواطنين ما ترجعش تقولي اللي صور وان انت متقدرش تمنع التصوير قبل ما تمنع التصوير اعملي تفاعل القانون يحميني لكن انا مش خفضل كل حد عايز يحمي نفسه يقوم يصور وينزل يشتكي قدام كله عشان الناس تهيج عارفين بالزبط زي ما يعني انا بتخيل الموقف اللي احنا فيه زي ما يكون واحد عنده بيت وبيت فيه ابناء وهو مشغول بمشاريعه وانجازاته خلينا نقول مقاول عشان ده الحال اللي احنا فيه ومش بيبص جوه البيت لغاية ما بيلاقيه في الاخر بيلاقي ولاد بقتلين بعض وبنت ماشي على حل شعرها وولد بيتاجر في المخدرات وعيال فاشلين في التعليم وهو سايبهم علشان مشغول بل هو بيعمله اللي فاكرها انجازات ماينفعش ايه اللي بينظم العلاقات بين الناس وبعض انا مش عارف ايه اللي بيخلي حدي يجيب حق يعني انا دلوقتي لما يبقى فيه مظلمة اروح فين لازم يبقى معي السلطة ونفوز عشان عارف اجيب حقي علشان اللي بيهددني ده اعارف اجيب حقي منه يعني لو انا ما عنديش السلطة دي خلاص حقي راح ابقى مش مسنودة ايه الدنيا ما هتمشيش كده فين القانون اللي بيطبق بين الناس هنفضل مقضينا حوادث فردية كل شوية حد ستحصل نقوم هوبا هوبا وبعدين خلاص لو احنا ما اتكلمناش كلنا عن الموضوع ده وعن تفعيل القانون وحماية الاطفال ما هو ده على فكرة انا بشوف فيسبوك في كزا دولة مصر الدولة الوحيدة اللي فيها معاقة جروبات اطفال مخطوفين اطفال معتدة عليهم اطفال متغيبين اولئة امور تستغيص امهات معرفش ايه فتيات مخطوفات البنت دول الطفلة دي لقناها الطفلة دي مرمية في الزبالة الطفلة دي ممكن تكون مخطوفة من اهلها الدنيا عايشة كده اللي هو العالم كله دلوقتي مجغول ب احتفالات تنصيب جو بايدن وبيتفرج على الديمقراطية بمنتجه احنا وبيتكلم على الناس اللي هجموا على الكونجرس ان هما رعاع احنا بيتحول ناس عادية جدا رعاع لان هما هجموا على مبنى طب واللي بيهجموا على بني ادمين واللي بيعتدوا على اطفال قد كده محدش خايف يعني يعني قد كده محدش عنده مشاكل انه يقدر يعمل اي حاجة في ولاده وهو مش خايف انتوا عارفين برا كام اسرة كام اسرة عربية موجودة برا واتغير طريقتهم في تربية الولاد خوفا من الدولة وخوفا من القانون وبتدوا يدوروا بشكل تدريجي على وسائل تانية لتفاهم مع ولادهم لان الجرام بتبلغ لو عيل بيصوتوا بيعاية طول الوقت او بيتعرض لا تداء او بيتضرب الجرام بتبلغ كام اسرة برا سواء عربية او حتى اجنبية ولادهم اتخذوا منهم علشان بيدربوهم بشكل مستمر في دولة ديمقراطية في قانون بيتطبق في مؤسسات بتشتغل بشكل ناعم جدا وتلقائي جدا وهذه المؤسسة مسؤولة عن الاطفال وعن الشباب وعن المرهقين مش بس حمايتهم لأ كمان لو الام نفسها بتتعرض لا تداء من هذا الطفل بتقدر ترجع لهم لو هذا الطفل بيتعطى مخدرات بيعتدي على اخواته او بيعرضهم للخطر او بيسرق او بيهدد ناس بالقتل او بيعمل اي تجاوز قانوني بتقدر الام بتروح لهذه المؤسسة علشان تلحق ابنها من هو في سن صغيرة وبيتعرض لجلسات نفسية علشان يعملوا تقليم او يعني عادة تهيئة او تأهيل هذا الطفل انه يقدر ازاي يكمل في المجتمع بشكل آمن لكن الضياع اللي احنا فيه ده على فكرة الموضوع لن يتوقف والمخاطر حوالين كل الاطفال في جمهورية مصر العربية واللي بيحصل جوه البيوت لا يمكن انت تخيلوه اكتر من كده بكتير الزابط اللي جاتل اللي جاتل هذه العائلة بكذا محضر علشان ينقذهم من هذا السفاح لازم يتحاسب لانه حفظ التحقيق ولو اتخذ من اول مرة اجراء ضده ما كناش وصلنا لهذه النقطة الاب اللي جاوز بنته وهي صغيرة واعترافات الام موجودة على مواقع تواصل كلها وجوز البنت وهي صغيرة عرفي وبعد كده لما كملت السن القانوني رجع اتجوزها رسمي لازم يتحاسب الدولة اللي سايبة الاطفال بيحصل فيهم كده من غير ما يكون فيه تفعيل لقانون لحماية الطفل واللي مؤثرين لغاية دلوقتي برغم تكرار الاعتداءات على الاطفال الناس دي لازم تتحاسب المهزلة دي لازم توقف كفاية اللي بيحصل للاطفال في مصر كفاية لو ما اتخذناش موقف حنشوف اكتر من كده احنا شفنا اطفال بنات اتقطع جسمهم وتحرقوا شفوا دلوقتي حتى ولد لقوه في كفر الزيات ايديه عليها شوكة الام بتعقبه بتحرق الشوكة وبتحطها على ايده علشان تعقبه الناس اللي لسه ما شفوش حكاية البنت الصغيرة اللي بتكلم عنها النهاردة هحط لكم في الوصف بتاع الفيديو اللينك اللي فيها الراجل ده عمل ايه بالزبط ولو احنا سكتنا والدولة سكتت على هذه الاعتداءات المتكررة وما كانش فيه تفعيل القانون حاسم لاي ابو وام بيعتدوا على ولادهم وما كانش فيه مؤسسات بتاخد هذه الاهالي وتعملهم تأهيل نفسي وتمنعهم من الاحتفاظ بولادهم باي شكل من الاشكال تمام وممكن يكون فيه حد تاني بيربي او بيتحمل مسئولية هزي الطفلة ويكون امين عليه يبقى حنشوف من المشاكل دي كتير وحتتكرر كتير وخلينا نتفرج وخلينا كل مرة نتأثر ونقول يا حرام ونرجع تاني لنفس الموضوع اشتركوا في القناة